سنقوم بيط زيت العيش بطريقة سهلة جداً وبسيطة وطعمها حلو جداً الحشو بتاعنا اهو جبنا متزرلة جبنا شيدر مبشورة طماطم سلسة طماطم بشاميل البشاميلة دوت كان عملت مع لقتين دقيقة على كوب بيتين لبن وعملتهم على البوتجاز لحد مداني القومي اللي انا عايزها ده دلوقتي احط بيضا عليه وابتدأ قلبها كويس هجيب الصينية ادهنها بالزيت وحط عليها العيش انا باستخدام عيش قصمر عادي عشان العيش للاصمر ما بينشفش نهائي هحط بقى الصلسة هبتدأ وزع كمية الصلسة على العيش كله هو انا كمية الصلسة والبشاميل والجبن على حسب كمية العيش يعني انت اللي بتحكمي فيها هبتدأ وزعها بقى كويس هو الحشو ده هينفع فطار او صحور يعني فطار في الايام العادية او عشا واحنا بقيمان احنا في رمضان هيبقى صحور كويس جدا لو حاب اعمله على الفطار حاجة خفيفة هحط بقى نوع من اللحوم فراخ او لحمة مفرومة او اي حاجة تانية يعني على اساس انها تبقى وجبة كاملة انا خلاص حد وزعت صلسة كلها هبتدي بقى اول طبقة عندي هحطها البشاميل البشاميل بيخلي طعم العيش يعني البيزة بتاعتنا بتاعت العيش دي بيخلي طعمها حلو جدا جربوها هتعجبكو جدا ان شاء الله بحط بقى اول طبقة البشاميل وبتده اوزحها على العيش كله بقى اول طبقة البشاميل وبتده اوزحها على العيش كله انا خلاص اهو خلصت كمية العيش هبتدي بقى احط تانية حاجة معي اجبنا الشيدر وممكن شيدر على رومي هو انا عملها بالجبن المراضي يعني واحط بعد كده اجبنا المزرلة واحط بعد كده اجبنا المزرلة خلاص خلصت كمية بتاعت المزرلة كلها هبدي دلوقتي بقى احط اخر طبقة اه مع لقم البشاميل بتبقى جميلة جدا هكون مشغلة الفرن في الوقت دوت وهحط الصنية في النص حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة هتبتدي كل حاجة تسيح والعيش هيبقى متحمص كده بسيط من تحت هيبقى جميل جدا جدا قبل ما احط العيش بتاعنا قبلها بعشر دايق باكون مولا على الفرن وحطه لمدة ربع ساعة انا خلاص عملت البيت زا هي زي ما احنا شايفين جميلة ازاي وحلوة جدا وبصوا احنا بنقطحها هي طرية ما نشفتش ولا حاجة انا بقطحها بس انتشوفوها احنا طبعا نقطحها بسكينة ونعملها بقى زي ما احنا حابين انا هقسمها بس اه الرغيف هعمله نصين بس مش هكتر عن كده يعني وزي ما احنا حابين بقى بنقطحها القطع المناسبة لنا بشكلها جميلة ازاي اه اتمنى وصفتي تعجبكو ولو عجبتكو الوصفة ما تنسوش تشتركو في القناة وقابلكو في وصفات اجمل ان شاء الله اشوفكو على خير